اشتركوا في القناة كتير اكتر مليس او نيولوك جديدي لقلي كمان كتير حلوية مارسي لقلك كتير كلود كلود اليوم فجأتني صراحة هيك سرقت شوية وقت وسألتك تحت الهواء شو الموضوع قلتلي الالزهايمر قلتلك شو خصه قلتلي هلأ بتسمعي كتير مني رح ادرك الكلمة لقلك بس هوني شو الاذا بدك اللينك بي اتنين طبعا نحنا دايما بتدينا مشوارنا صارنا عشر سنين نحنا هلأ كفاينا اليوم عشر سنين من 2013-2023 فنحنا بنقول بنعيد ناتشور كلود على الشاشة الكريمة عشر سنين نحنا وياكم على الشاشة الفيسبوك ذكرني حقيقة اللي انت صارلك عشر سنين بالأو تي في وهذا فخر لقلنا طبعا نحنا تدينا مشوارنا هو كيف نعطي نصائح كان لا تنظيف الكبد وقتا نحنا بلشنا كيف من جمل البشرة طبعا من حواضر البيت كيف من حارب الازهايمر كيف من حارب السكري هولي كلياتهم كيف نحنا منعمل صيدلية بقلب بيتنا حتى نتساعد كلياتنا مع بعضنا لنقدر نوصل لهدف لجسم لوجه لكل شيء لشعر لكل شيء سليم مية بالمية لكن هلأ رح نترك الكاليبي لألك كلود كلنا سماع تفضل طبعا بلعنكم صباح الخير جميعا ناتشور كلود متل عادي بتصبحكم وكمان منقول ينعاد على الجميع بنسبة هل عشر السنين نحنا وياكم على الشاشة الكريمة طبعا خلطة طبيعية اليوم بدنا نعملها هي لشد الوج نظارة البشرة بالوقت زيته لنقدر نخفف هل التجاعد حوالي العين كلياتها وطبعا هي بتصلح كمان للرأب هي خلطة مميزة جدا وكتير قوية وبعدين بدنا نحكي عن نصائح كيف لازم نحنا جماعة الأزهايمر أو حتى ما نوصل على الأزهايمر شو لازم لأنه متل ما بتعرفوه صار هو مرض العصر وعندنا مشاكل صار أو هوس صار فيه طبعا كانت كل الدراسات أجمعت أنه بذور العنب بذور العنب يب نطحن يب نحنا منقدر نقرشها إذا منقدر نقرشها إذا ما قدرنا لازم نطحنها بتقولولي من لون بدنا نجيب هالكمية دايما نحنا فينا نجيب هايدي الكمية من عند العطارين عندون بذور العنب نطحنة كيف مناخدها فينا ناخدها مع المي نحركها نشربها إذا ما قدرنا عليها فيها نحط لها شوية عسل فيها ناخدها مع اللبن كمان منشربها أي متى لازم نشربها أهم شي على معدي فارغة كرميل الزيوت اللي موجودة بقلب هالعنب أو هالحبة البذور العنب هي تقدر تشتغل على دخ دم لدماغ طبعا وبالوقت زيته هي بتأوي الزيكرة تبعيتنا وكل هايدي الشريين الرفيعة بترجع الدم بيدخها عليها مظبوط مية بمية لحديث هلا كل الدراسات بعد ما أجمعت مشاكل الأزهايمر ملوين الناس بيقولوا من عدم القرية أو إذا قرينا نحن نكون عم نساعد ما يصير عنا أزهايمر ولكن أو الرياضة أو الأكل السليم إلى ما هنا بالحديث هلا كل مدرسة عندها رأي خاص فيها وطبعا هني أولا وآخرا هني الأطباء بيحكموا بهذا الموضوع مش نحنا بس ولكن نحن عم نقول شو الدراسات آخر شي نعطيت أنه أهمية بزور العنب كيف هي بتساعد على يعني منأخر موضوع الأزهايمر عنها ناتشري كلوت بيترجع اليوم عموضوع الخلطات الطبيعية ونحن اليوم بدنا نروح على خلطة مهمة جدا وبسيطة هي من ثلاثة إنجريديين يعني نحن ثلاثة شغلات بنعمل أول شي بدنا ناخد ملعة من النشا ما بدنا نكتير ملعة واحدة من النشا بدنا ناخد بياض بيضة بس ولكن دايما بياض بيض دايما بقلكم نخفؤوا قد ما فيكن لازم يكون مخفوق متل ما عم تشوفوا أوكي بدي أخد ربع ملعة من الزبادي أو اللبن هادي هي بنخلطهم مع بعضنا خلطني هون عم تشوفوا كيف عم بخلطهم الطريقة هي بسيطة جدا لازم تتميسك كلياتها لأنه دايما بياض البيض هو بيخلي هالتماسك هيدا كلياته صارت عنا خلطة رائعة جدا هلا أنا جايب معي زيت اللافندر أو زيت جوز الهند إذا عندكم أو زيت الزيتون إذا متوفر بالبيت يعني ما تشغلوا راسكم بموضوع الزيت لامين الزيت الزيت دايما اللي جايبوا أنا فينا نحط إذا عنا بشرة نحنا طبعا تبرو نيش فيه جدا بنحط لها نقطة مياه على الكاميرا أوكي هيدا خلطتنا انتهي خلنا بالملعة نشوفها أوكي شفتوها كيف كلياتها متميسكي كلياتها مع بعضها هيدا راح نحطها على بشرتنا نحنا ونايمين طبعا منمدة كلياتها منبلش نعطيها وإذا فينا نحطها على الرأبي بيكون كتير منيح هيدا بتنعمل مرة وحدة ما تحطوا ليها بالتلايج وبعدين منرجع من السامة لا لا كل ما بدنا نعملها هي بدا بيضة بياض بيضة وحدة بنخفاها مظبوط مظبوط قبل ما نخلطها نشا ملعة وملعة أو ربع ملعة من الزبادي أو اللبن متنا عمقول هولي أنسب شي بهيدا الخلطة فينا نزيد عليها زيت زيتون زيت جوز الهنت أو زيت اللفاندر اللي أنا زيتها ما فيه فيكن تستعملوا البتكنية بس بكازويوت عم بقول بس أنا عم بقول بس للبشرات الناشفة أما البشرات هي اللي بتكون مزتي بطبيعة ما فيه إلا لزوم أبدا بنرجع لنا تشوري كلود وشو جديد نتشوري كلود طبعا كلها يدنا بنعرف نتشوري كلود عم نعمل نحن مثل حملة كتير كبيرة بموضوع السكري سبعين بالمئة من الشعوب العربي صار معها سكري يعني مرض خبيس بيفوت عليك بيتسلل بيصير معنا فجأة سكري ونحن ما بنعرف لين أوقات بيقولوا تحصيب أوقات بيقولوا بالعيلة أوقات 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 حقيقة هو سبعين بالمئة من الأكل تبعنا لأنه النظام الغذي تبعنا غلط ليش عمول هيدا الكلمة لأنه كل الأشخاص اللي عم يدقوا لي كرميل الفات أتاك يعني أو الكات أبي تايت أوكي يعني قاطع شيء أو حارك الدهون كل شي بيقولولي نحن مشكلتنا بالسكري أو نحن بنحب السكر أو نحن عم نطلب السكر بكميات كتير كبيرة ناتشورد كلود حقيقة اللي أنا عم أقلكم عليه الطريقة كل مرة بخبركم الطريقة اللي نحن بنأكل فيها السكر أو الفواكي حتى نحن ما يصير في عنا سكري أو مخزون سكري بالدم شو لازم نعمل إذا نحن نشتهي الحلو لازم نأكل الحلو على معدي فارغة لازم نأكل فواكي قبل الغداء ليش؟ لأنه وقتا منأكل قبل الغداء تغير بيروح السكر ما في شيء بيعلق معه ما في شيء بيتصل معه ليرجع يخزن مشين هيك لوقتا منأكله على معدي فارغة بيكون كتير منيح وبعدين منتغدى بعدين منأكل مالح بعدين منعمل البدنية بس أهم شيء إذا بدنا نأكل أي شيء قطعة كيك نمورة البدكونية لازم نأكلها قبل على معدي فارغة إذا عريق لازم نأكلها عريق على معدي فارغة إجباري حتى نقدر ننظم حالنا بهذا الموضوع موضوع الخبز الخبز كل يتنا منعرف دخله ملح وسكر وبكمية ودخله مواد حافظة منشانك منبسط نحن الفرن اللي بيضاين فيه الخبز عشر تيام بقلب التلاجة نحن نقول هذا الفرن الرائع هو هذا الفرن اللي بيحت كمية كتير كبيرة من المادي الحافظة هولي كل يتن رح يجو بقلب المعدة هولي اللي عم بحكي عنهم سكر ملح مواد حافظة وطحين نحن نعمل مع شهود طحين حتى عجنة مرتبة مضيفة بيطلع الرغيف الله يشبعنا يا مرتب بنجي مناكله كمية عجين طقط بقلب المعدة تبعنا وما بتنهضم ما بتنهضم مش هي هيك بيضل عنا أمسك ما بتنهضم لأنه انتو شجيبوها حطوها بقلب الماي هيدا الرغيف جيبوه حطوه بقلب الماي اتركوا خمس دقاي اكمشوا كمشة عجين ما بتتحلل ما في شي بيحللها حتى نكون وقعين بدنا نروح بديل بدنا تقولوا يشو البديل البديل في خبز أمحة كاملة فيه فيه هول موجودين هي خبز بالنهي يعني ولازم كمان نحنا أكل الخبز يعني حتى اللي نعرف ما ناخد شقف كبيري خبز نحطها بالأكل وناكلها يعني ناكل الخبز أكتر ما بيكون شو فيه مواد لناكلها كان طبخ ولا 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 أكستر نحنا لازم ننظم حالنا لنقدر نحنا نربح جسمنا أنتو بتعرض بالعالم في مدرستين مدرسة تعتمد على الأكل المشبع بالدهنيات وا 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 فيه مواد حافظة وبيرجعوا بيداولك الجسم تبعك بالأدوية بدخول المستشفى وا 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 هيدا سيستام حياة نحنا ميشين فيه عالميا مشانك شركات الأدوية كتريت كتير والأدوية كتره وا 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 ليش؟ لأنه بيخلقوا لك أكل وأمراض معه بيخلقوا لك الدواء تبعه لتتعافى منه فيه منه بيزمه فيه منه بيموت فيه منه بتشلل فيه منه فيه منه فيه منه بيصير عنده مشاكل كتير المدرسة التانية هي مدرسة إنسان كمان بيعتمد يكون عنده صيدلية بقلب بيته من المواد الطبيعية بتقوله لي كيف يعني ماشي شغلي والله أبسط من هيك مننظم حياتنا بأكلنا يعني نحنا منفوت على أكل منظم يعني منعمل الطبخة طبعيتنا نحنا منعرف شو فيه بقلبه منجيب الخبز نحنا منعرف شو هو هيدا الخبز أو فينا نخبزه ما قلنا جليدي فينا نروح على محلات يعني هنية طبيعية ناتشورل بيعطينا خبز ناتشورل إلى ما هناك بتقولوا لي غالي لا الخبز مش غالي الغالي إذا بنروح على كل شي بيو بنجيب تفاح وا 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 هون رحنا على الغالي لا أنا مش عم بحكي هون عم بحكي عم بحكي على الطبخات فينا نجيب سط اللبن نحنا نروي باللبن عنها فينا نحنا نعمل الجبن ولا أبسط من هيك فينا ننظم حياتنا بقلب بيتنا منروح على تيزان يعني منروح على أعشاب أي عطارة في عنده أعشاب برخيصة وفي عنا بسيتين فيه أعشاب مريمي وفيه الأصعين وفيه شو ما بيقوي الزوف فيه كتير منجيبهم وهلأ فيتين على داخلين على خريف وشيتي منجيبهم منقض نشربهم كل يوم كل يوم نشرب نشرب يوم شاي يوم ينسون يوم نعنعي يوم زعتر يوم يوم ظهرات نعمل تيزان مننظف أهم شي عنا نحنا الكبد الكبد هو الفلتر كل ييته تبع الجسم تبعنا هو الفلتر يعني إذا كبدنا بخير نحنا كل ييتنا بخير يعني جسمنا كله بخير عقلنا بخير كل شي فينا ومنكون عم نحارب الكونسير وقتا بيكون عندي الكبد نظيف لأنه هو بفلتر هو بيطلع لي كل شي صح إذا الكبد يتعبين مشمع تعبين هلكين من وراء الطقين من وراء المشروب بالألكول كل هول الكبد تبعي ضعيف جسمي كل ييته ضعيف عظمي ضعيف عقل ضعيف لساني ضعيف شو ما كان فيني ضعيف يعني ما فيني أحكي ما فيني إرتاح ما فيني سودف إلا ما هونيلي مشين هات نحنا نحنا لازم مدرسة ننظم حالنا بقلب البادي بدكون المدرسة التانية تعتمدوا فيها على الأدوية هدا أنتوا كمان هدا رأي شخصي يعني ما ما منتدخل بهذا الموضوع بس ولكن نحنا علينا نعطي الأفكار حتى نعرف ننظم حياتنا اليومية ليكون عنا جسم صحيح وعقل ناضج ونقدر نمشي حياتنا صحيحة ناتشري كلود اللي عنده سكري اللي عنده بطن أو كرشة مثل ما دايما بقول أنا اللي عنده وزن زائد اللي عنده هاجز بالوزن اللي بيطلع على المريه وبيحس حاله مستحيق يتطلع فيها بدك تشيلي بالأسبوع دو كيلو جرام يعني كيليين بيكتروه على قاطع الشهية اللي هو ناتشرة هو طبيعيا من أعشاب منه ما فيه شي بقلبه كيميكالز وكلكم بتقولولي ايه خايفين عما نخاف صحيح؟ وحقكم تخافوا بس ولكن تشري تلود دايما تعطيكم الصح ليش؟ لأنه دايما نحنا منواكبكم نحنا منكون حد منكم نحنا منضل معكم ولا مرة تركناكم عطيناكم بروديو وتركناكم وولنالكم ميرسي أورفار أبدا بالعكس نحنا مندحاكم نحنا مندقلكم شو صار معكم كيف عم تستعملوا بأي طريقة نحنا مندقلكم بتقولولي دايما آه والله نبيدقلك اليوم آه والله نبيدقلك مضبوط لأنه نحنا منلحاكم منلحاكم لنقول نحنا جماعة صح نمشي صح لنعطي صح يعني وقتها بقول 2 كيلو جرام بالأسبوع يعني لازم ينزل 2 كيلو جرام بالأسبوع العلم تابعه هايك بيقول لأنه المواد يعني العشب اللي بقلبه هو شو؟ كافيين جرين تي جرين كوفي جينجر وهولي كل ييتون بيشتغلوا على حرق هايدي الدهون بنزلوا نسبة السكري بالدم دايما الدراسات الأمريكانية كل ييتها بتقول الكافيين اليوم عنده قوة خارقة مع الشاي طبعا مع الجينجر هالتاتي اللي مع بعضون قدريني نزلولك السكري بالدم عم بحكي مش السكري العادي لا سكري بالدم بنزلولك مشين هيك جسمك ما عاد بيفروز ذهنيات هيك نحنا الجسم بوقتنا بنح تحرك بيروح على المخزون بيحروق من المخزون اللي انتي عندي كيام كدس دايما أنا بقلكون بحياتنا الطبيعية كل العالم فخاضة جرية زنودة رفاع كرشي طال على برا يخيي ليش الكرشي طال على كل العالم بتقول يا عمي عندي بس هالكرشي ليش عندك مخزون لأنه عم تاكل كمية أكل بدون فكر يعني بتروع عم بحكي عن حالي وعن البقوي منروع على الأكل بشهية غير طبيعية ما في عقل ما في عقل وقتها منخلص يا عمي والله قالنا كتير والله نزعجنا كتير بس كانت الماء دي طويلة وبتعرف أكل وبتعرف اللبناني وبتعرف الطاولة اللبنانية غنية واواواوا وبدأناكل من كل شي وبدأناكل كميات مازالوا نكون مع زمية على السمك ناكل من أكل وقتا بيجي السمك ما عم نقدر ناكل سمك ليش؟ لأنه ما منأكل طبيعي هيدا الفات أتاك هو بده خليك تاكل أجباري تاكل لأنه الميتابوليزم لديه ده الناشط عندك بس فرق ما روح أكل صحن ملقعتين بدي أكل صحن يا ربع ملقعت أنا شبعان ومبسوط هيدي أهميته أنه أنا شبعان ومبسوط ملياني عيني من الأكل يعني مش أنا عم بحرم حالي مش أنا تعبين لو رايحين نحنا على مراكز للتخصيص دايما نحنا منروح ومنروح عبايتنا آخر شي بصير معنا عصاب لأنه متوترين ممنوع تاكل هيد قوعة تاكل هيد لا هيدي بتاكل بس مننا هالأدي هيدي ممنوع بصير أنت آهدي بحياتك كلية ما عندك شي باكل ولا ما باكل بسرق أكل ولا ما بسرق أكل بفتح البرة دعمها لي حتى ما حاليا يشوف كأني مراقب كاميرايات علي عايش حياتي هاجز أنه إذا أنا باكل ولا ما باكل تعبين بحياتي خي ما تقعبي بحياتي كل البدك بس خدي هيدا وكل البدك لأنه هيدا هو رح يقل لك رح نظم لك الأكل تبعي بالكميات اللي هي وأنت يعيش حياة طبيعية مرتاحة وراح على شغلك وجاي نورمال وعم تخسر لتنين كيلو جرام بالأسبوع ليش قل لتنين كيلو جرام ما قلت تلاتي لأنه في كتير عم بيقولولي طيب أنت قلت لنا تلاتي أو قات بتقول اتنين ليش لأنه إذا الوزن تبعي فوق ثمانين كيلو دغلي بخسر بأول أسبوع ثلاثة كيلو لأنه بيكفر مي كتير وبيكون فيه جسم دهليات كتير فبخسر وزن أكتر بس إذا الوزن كان هو دجابي طبيعته هو أقل من ثمانين كيلو يعني ما عندي هيدا المي الكميات مشاك بنزل اثنين كيلو جرام اليوم أخذت حكي وحكيت عن بروديو مهم لأنه هاجس طبعا عن جد مع بمزحيان كل التليفونيات عندي مشكلة الوزن بنتي عندها مشكلة الوزن مستحيين بحالنا ما فيها نلبوش شي علينا اكسترا بدي أحكي اليوم عن شي عن بروديو للوز هيدا البروديو أنا لو ما عاد معي وقتك هيدا البروديو شو عمل هيدا البروديو خلال الستات كل ييتون كل الستات اللي استعملوه طبعا يحسوا حالهم أنه رجعوا لشبابهم ليش رجعوا لشبابهم رجعوا لشبابهم لأنه حسوا حالهم حقيقة هني ببشرة طبيعية بدون تكلفة عمليات بدون تكلفة عمليات أنه أنا صرت مثلي مثل هالعالم لأنه انتم تعرفوا كمية العمليات اللي عم تصير بلبنان وبالعالم كل ييتو الأشخاص اللي ما عم يعملوه عم بيكون في فرق شاسع هي ويها الرفعة بالمدرسة تحس حالها هي عمرة وعرف الداود تحس هيدا صبية عملي عمليات صبية في حياتها بس هي بتقول لي خياتة أنا مني قدرأ شو بعمل بيتروح على الكافيار ما فيه هيدا الكافيار حقق نسبة جمالية غريبة غريبة الأطوار لأنه التركيبة اللي أنا مركبة مركبة بقلبة يعني بـ 11 إليمون بقلبة قدر بتعطي غزة كيمية لهيد البشرة تبعنا من حيث لمعة محاربة التجعيد يعني محاربة الجزور الحرة بالوقت زيته قدر هيدا البرودوية يخلق لي بشرة صغيرة بتشلي التجعيد وخصوصا بمنطقة الرأبي ليش عم بقول بخصوصا بمنطقة الرأبي لأنه في أشخاص ها هو بالرأبي لا هو للوجه بس بالرأبي لأنه أكثر منطقة بيصير فيها ترأهولات وبدو شيء قوي كتير يرجع يقدر يشده وشيله الكافيار كريم استعماله ليلي صحيح وليش لأنه هو الكافيار مادة قوية جدا وغنية وهي ضد الأكسة دي بالوقت زيته هادي قادرة تحارب كل شيء بيقول أنا تجعيد ببشرتي وبتقدر تزغرني عشر سنين طبعا الوقت طبعا انتهى برودوينة شيرلي كلود موجود بكميات نحنا عم نبعث تكون كتالوجات دايما مع أي أوردر أنتو عم تطلبوه تليفوناتنا موجودة بس عليكم تدقوا تطلبوه ونحنا موصلكم طبعا الصبغات كمان موجودة أنا برودوينة نحنا 52 ايتم بس ما دايما عم بحكي عن الكل لأنه دايما عم نوجه كلماتنا لا موضوع حقيقة نقدر نستفيد فيها بأسرع وقت ممكن أنا بدي ودعكم أو بدي ألكم إن شاء الله تكون هالجمعة خير علينا كلياتنا رح نلتقى نحنا وياكم جمعة الجاي وكمان لكم ويك أند مبارك لكم جميعا جميعا لكم ألف عفل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة